اشتركوا في القناة اقرأ اول ثلاثة لحال واللي بعد الثلاثة هذو نقرأهم لحال يعني التسعتين الاخارة منقرأهم منطبلهم كلمة الف والثلاثة الاولى التسعة منقرأهم منعطيهم كلمة عادية ما في اهل طيب يلا ناخذ المثال الاول بس قبل يلا ناخذ مراجعة للدرس السابق شو الدرس السابق اخذنا التق التقريب شو اخذنا الدرس السابق التقريب وقلنا يا حلوين الى بدي اقرب وعطونا عدد زي هيك يضا مشي شي جديد وقلنا بدي لأقرب شو هاي لأقرب عشرة وبيدي لأقرب شو مئة بدي لأقرب الف وبيدي لأقرب شو لأقرب عشرات آلاف باجي باططل وين العشرات هون باجي بحدد العشرات هاي العشرات هون وطلع اللي بعد يوو شو لعدد اللي بعده دايما الرعد اللي بعده يا حلوين هون شو اثنين بقول هل اثنين اكبر من خمسة أم الاقل من خمسة بتقول اثنين اقل من خمسة اذا بحط العدد زي ماهو كيف يعني بحط العدد زي ماهو طلعلي هاي الستة بحطها هاي الستة حطينا الاربع منحطها الخمسة منحطها والثلاثة هاي transplant منحطها ماصارش عليها ولا اشي الاثنين شو بتصير صع سفر هاي اللي أقرب عشرة طيب لأقرب 100 وين المئات يا تطلع معي هاي المئات هون تطلع اللي بعدها اللي بعدها 3 أنا الأكبر 3 ولا 5 تيجي بتقولي 5 أكبر من 3 هذا الحكي صحيح إذن راح تعطي ولا مش راح تعطي مش راح تعطي فمنحطها زي ما هي هاي 6 هاي 4 بعدها 5 دير بالك الحين اللي بعد الخمسة بحطهم أصفار اللي بعد الخمسة بحطهم أصفار إذن 0 0 طيب لأقرب 1000 هاي اللي أقرب 1000 هاي هون ياذا ما تطلع اللي بعدها هاي اللي بعدها الخمسة الخمسة زي الخمسة تساوية فمعناتها شو بقى زيد على الأربعة بقى زيد و واحد فشو بصير مع العدد ياذا بقى نكله زي ما هو هاي 6 وهون أربعة زائد وعد شو بتصير خمسة وبعد الأربعة شو كلاتهم بصيروا أصفار اللي بعدها لأقرب 10 ألاف طلع لي هون لأقرب 10 ألاف هاي هون ما تطلع الأربعة يا حلوين أقل من الخمسة صح بتقول لي صحي 100% مش رح تعطينا الستة شو ما نحطها منحطها زي ما هي أنا هاذا الحكي مش دقيقة كفير ما علينا يعني أنتم ما عليك بصير طالع العدد اللي بعده أوكي واضح كيف التقريب دائما المنزلة اللي بكون مطلوبة قربلها اللي بعدها كلهاته بصير كون شو ما لهم واتساف واتساف طيب هل حنا نأخذ جمع العددين ضمن 99.999 طلع على السؤال الأول كلهم تذكرين الجمع صحيح أنا ما بيرفج ما يا حلوينر ما بيرفج ما لازم يحكي مع الأستاذ على طول لازم يحكي مع الأستاذ على طول ديرو بير طلع باع مخبز بلدنا 3746 كيلوغراما من الخبز في أسبوع وباع مخبز القدسي 5250 كيلوغراما في الأسبوع نفسه أتعاون وزميلي لمعرفة كم كيلوغرام من الخبز باع المخبزين في الأسبوع كده يباع المخبز الأول هايو بحط 3746 طيب والتاني كده يباع التاني باع هايو خمس تلاف ومتين وخمسين بدي أجمعهم مع بعض ليش؟ لأن بديوا مع بعض هايو ما الخبزين معا مع بعض شو بحط؟ بحط إشارة الزائد ستة زائد سفر ستة أربعة زائد خمسة تسعة سبعة زائد اثنين تسعة تلاتة زائد خمسة ثمانية إذا قد يباعه ثمانتلاف تسعمية تسعة وستة وتسعين باع مخبز بلدنا في الأسبوع الثاني كده يباع المخبز سبعة بلدنا أربعة آلاف ومئة وخمسون وتسعون كيلو جراماً وكم كيلو جرام باع المخبز من الخبز في الأسبوعين؟ قد يباع في الخبز في الأسبوعين؟ بدي أجمع اللي باعهم في الأسبوع الأول مع الأسبوعهم في الأسبوع الثاني قد يباع في الأسبوع الأول؟ هايو تلاتة لاف وسبعمية وستة وأربعين؟ هاي بقول هون ثلاثة آلاف وسبعمية وستة وأربعون وبجمع حلمين للي باعهم في الأسبوع الثاني لي أربعة والاف ومئة وخمسون وتسعون ستة زائد خمسة كم يا حلوين؟ 11 هاي بحط واحد وباليد واحد واحد زائد أربعة خمسة وتسعة يا حلوين؟ 14 أربعة وباليد واحد هلا حكي خدنا قبل واحد زائد سبعة ثمانية وواحد شو بصير تسعة ثلاثة زائد أربعة شو بيساوي سبعة شو بيطلع الجواب؟ سبعة آلاف وتسعمائة وواحد وأربعون يلا نتعاون مع الزملائي لإيجاد ناتج الجمع التالي يلا تمانية زائد واحد كم؟ تسعة أربعة زائد ثلاثة قدي سبعة ثلاثة زائد خمسة كام ثمانية وستة زائد اثنين ثمانية هذا هو هكي باجمع هاي محاي وهاي محاي وهاي محاي وهاي محاي إجمع هون ثلاثة زائد اثنين خمسة أربعة زائد تسعة تلاتة وصبح تحط تلاتة لا تحط تلاتة وباليد واحد واحد زائد ثمانية تسعة وخمسة أربعة تعاش أربعة وباليد واحد واحد زائد واحد اثنين وستة ثمانية شو بيطلع؟ الجواب ثمان ثلاثة واربعمية وخمسون وثلاثون هاي أليف وهي باجمع اطلع على سؤال ثلاث كان عدد السيارات الخاصة عام 2015 في محافظة نابلس كان عدد السيارات اثنين وعشرين ألف وخمسمائة وواحد وثلاثون وفي محافظة بيت لحم تلاتة عشر ألف وواحد وستون وذلك حسب مركز الإحصال الفلسطيني ما عدد السيارات الخاصة في المحافظتين؟ كيف ينقل السيارات الخاصة في المحافظتين عنده أجمعهم؟ شو عمل يا حلوين؟ قال بدي أمثلهم باستخدام المعدات يلا بدي أوجد جمعهم باستخدام المعدات تكديش في الأحد؟ في الأحد اثنين تكديش في العشرات؟ ثلاثة وثلاثة ستة تسعة تكديش في المئات؟ خمسة تكديش في أحد الآلاف؟ كمان خمسة تكديش في عشرات الآلاف؟ ثلاثة هذا هو باستخدام المعدات بس بعدهم ويعطيك العافية شو هاي الشحطة هاي؟ هاي يعني أني أنا بدي أجمعهم يعني واحد زايد واحد هيك المعنى طيب باستخدام لوحة المنازل أي الأحد مع الأحد والأشرات مع الأشرات والمئات مع المئات يلا واحد زايد واحد اثنين ثلاثة زايد ستة تسعة خمسة زايد سفر خمسة اثنين زايد ثلاثة خمسة اثنين زايد واحد ثلاث نطلع على جيم يلا يا حلوين تابعوا واحد زايد واحد كام اثنين ثلاثة زايد ستة تسعة خمسة زايد سفر خمسة اثنين زايد ثلاث كمان خمسة واثنين زايد واحد ثلاث إذن كيف أجمع عددين ضمن عشرات الآلاف دون حمل يا بالتجمع وعمودي يا بالمعداد يا بالأوحة المنازل أمثل عملية الجمع الآتي على المعداد وبدأ أوجد الناتج يلا كيف أمثله مع المعداد بحط كل واحدة بلون وبعدها بحطهم فوق بعض كيف يعني هذا اللون والأحمر صح يلا بحط طبعات الأحمر ها هنا اثنين هاي اثنين هاي واحد وهاي اثنين والبعدها في العشرات ستة هاي واحد اثنين ثلاث اربع خمسة ستة واللي بعد هكام خمسة هاي خمسة واللي بعد هاي حلوين أربعة واحد اثنين ثلاث اربعة واللي بعد هاي حلوين ثلاث اي واحد اثنين ثلاث طيب كيف بدي أحط الثانية بحط بينهم فاصلة شو بحط فاصلة زي هيك فاصلة صغيرة إني إيش بدي أجمحهم جمعي يعني أحطهم فوق بعض هيك المعمل فاطل انت بس شحطة يلا الأولى ما نحط 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 سبعة أزرق هاي الأزرق قدي سبعة هاي بحط الأزرق سبعة واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة سبعة دوائر هوا نحط هاي بحط نحط ثلاث دوائر هاي واحد اثنين ثلاث بعد اضع دائرة بعد اضع أربعة هاي واحد اثنين تلات اربعة بعد اضع خمسة هاي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة خمس دوائر يظه كم يا حلوين في الآحد كم المنزل عندي يظه عد دوائر هون سبعة زرق وتنتين حمر يعني بصيروا تسعة وهون يا حلوين كمان تسعة وهون يا حلوين لو تعدهم بكونوا ستة وهذه اللي تعدهم ثمانية وهذه اللي تعدهم يا حلوين بيطلعوا ثمانية جرب عدهم بيطلعوا ثمانية هاي هي باستخدام المعداد كثير سهلة وكثير بسيطة لنطلع على إشي تاني سؤال خمسة جدا مهم أهم إشي هذا هو سؤال خمسة أجد ناتج الجميع سفر زايد واحد واحد وثلاثة زايد واحد أربعة سفر زايد ستة ستة اثنين زايد خمسة سبعة وأربعة زايد والعشي أربعة أربعة زايد خمسة تسعة ثلاثة زايد اثنين خمسة اثنين زايد أربعة ستة تسعة زايد سفر تسعة تمانية زايد واحد تسعة ستة زايد تلات تسعة سبعة زايد اثنين تسعة خمسة زايد تلات تمانية ستة زايد واحد سبعة واثنين زايد ستة ثمانية كل واحدة يا حلوين مع اللي تحتيها هاي مع هاي هاي مع هاي اجمعهم كلنا منعج نجمع اذا ما بتجمع لازم تحكي مع الأستاذ كل واحدة بتحكي تعطيك جواب طيب ارتب عموديا ثم اجمع يلا كده ارتب عمودي بامسك هاي بحطها فوق والتانية بحطها تحت يلا بحط أربعة أربعة نين خمسة ثمانية وبحط اللي تحت هايها واحد واحد سفر ثلاث وجداً مهمة هايها حلوين شو المهم؟ ممنوع تبلش من اليسار ممنوع تحط الثلاثة هون من الأول وتحط سفر واحد واحد خطأ لازم تبلش من شو من اليمين هاي الواحد وين أجه هون كثير مهم لو بتحط الثلاثة هاي شايفين حطيه تهان شو بنحط لك غلط دير بالك كثير مهم إذا ما فمت تأسأل عن هالمعلم وحط على ألف فاي حط إشارة مهم حط على ألف شو إشارة مهم عشان ما تخربط فيها ثمانية زايد واحد تسعة خمسة زايد واحد ستة اتنين زايد سفر اتنين أربعة زايد تلاتة سبعة وين أربعة يلا نطلع لبعده هاي سفر اتنين تلات تلات ستة ستة دي أجمعها مع مين؟ مع هاي مع تسعة ستة أربعة خمسة اتنين هون ثلاث هون ثلاث هون ثلاث يجمعهم مع مين؟ مع البتاحت الزرقاء هاي الزرقاء هاي سبعة اتنين أربعة خمسة ستة بهاي الطابق سؤال سبعة سؤال سبعة صلى على سؤال سبعة قرأ سامي مقالا عن الثروة مع العيبها بحاء الحيوانية في الجريدة اليومية فكان عدد الأبقار التي تتم تربيتها فيالمحافظات الشمالية ستة وعشرين ألف ورفعمائة وثلاث وسبعون وفي المحافظات الجنوبية في غزة فلات عشر ألف ومئة وو拍نو وارين ساعدة سامي في معرفة مجموع عدد الأبقار التي تتم تربيتها في الضفة وقطع غزة Lakini ساعد سامي في ت prosecution ساعدوناorge عن عددهم التينتين مع بعض هاي حطهم على خط الأعداد حاط الأحمر على خط الأعداد وحاط الأزرق على خط الأعداد يمثلهم على خط الأعداد يلا نعد الدوائر ما أسهلوا واحد اثنين تلات أربعة خمسة هنا خمسة يلا هنا يا حلوين واحد وبعدها كلياتهم طلع هذول كل ياتهم هون بتعدهم عشرة طبعا عشرة كل ما يصيروا عشرة كثير مهم إذا بصيروا عشرة هذول كل ياتهم بكبهم بزبالة وبيبدلهم بشوء بوحدة ثانية بحطها وين للي بعد يعني هنا قد يضل واحد وهنا حطينا واحد واحد اثنين تلات أربعة خمسة هاي خمسة هنا كمان واحد اثنين تلات أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هاي تسعة وهون تلات هاي تلات إذا تسعة وثلاثين ألف وخمسمائة وخمسة عشر هذا التمثيل على المعداد طيب نمثل على لوحة المنازل والجماع العمودي هذا هو محور درسنا اليوم يلا تلاتة زايد اثنين كم يا حلوين؟ خمسة سبعة زايد أربعة احد عشر بحط واحد وبحط شو باليد هون؟ واحد ديروا بالكو نحن شطار وبنعرف واحد زايد أربعة خمسة واحد ستة صح؟ ستة زايد تلات تسعة نين زايد واحد ثلاث نطلع الجامع العمودي يلا تلاتة زايد اثنين كم؟ خمسة سبعة زايد أربعة احد عشر واحد وشو باليد هون بحط واحد واحد زايد أربعة خمسة واحد ستة ستة زايد ثلاث تسعة نين زايد واحد ثلاث إذن هيك بأجمع ضمن عشرات الآلاف محامة ثلاث طرق يا بالجامع العمودي يا بالمعداد يا باللوحة المنازل وطلع على ثمانية وتسعة ما بعض يلا هون الأحد هاي ستة ثلاث خمسة أربعة اثنين وهون تمانية خمسة تسعة ثلاث سبعة يلا اجمعوا ستة زايد تمانية كم؟ أربعة عشر أربعة وبليد واحد واحد زايد ثلاث أربعة وخمسة تسعة خمسة زايد تسعة كمان أربعة عشر أربعة وبليد واحد واحد زايد أربعة خمسة وثلاث تمانية 2 زايد 7 9 كثير مهم مهم جدا سؤال 8 سؤال 9 يا حلوي 3 زايد 4 كم 7 4 زايد 5 9 2 زايد 8 10 إذن 0 باليد شو هون 1 1 زايد 5 6 و 6 12 2 باليد شو 1 1 زايد 4 5 1 6 بنفس الطريقة هون في با 5 زايد 8 13 3 وباليد 1 1 زايد 0 زايد 7 8 1 زايد 0 1 زايد 7 8 6 زايد 6 12 2 وباليد 1 هون 1 زايد 3 4 2 5 2 زايد 7 يا حلوين 9 كثير مهم سؤال 9 هو ملخص الدرس نطلع على سؤال 10 11 11 12 13 14 14 15 15 15 16 17 18 20 20 21 22 8 و 8 نفس الأمر هنا 0, 0, 0 نضع 0, 0, 0 5 زائد 15 إذن 0 باليد ما هو 1 7, 1, 8 1, 9 حاول أعملها ذهنيا عملتك ذهنيا ثم نضعها هنا باليد 1 و يجمعه سؤال إهداف يلو نقول 4 زائد 0 4 2 زائد 8 ما هو الأمر المزيد و أعطني 8 على 2 8 II 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 III II 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 وتسعة أربعة عشر إذن هون أربعة واليد واحد يلا واحد زائد إشي زائد خمسة يساوي سبعة واحد زائد واحد زائد خمسة يساوي سبعة إذن شو بعطينا هون العدد بيكون شكله بهذه الطريقة كثير سؤال هداعش كمان حلو مهم وممكن يجي في امتحان ديروا بالكو عليهم ريك يا حلوين نشوف السؤال تلتعاش يلا بدي أجمع بعدها بدي أحضر خاصية التبديل كيف يعني خاصية التبديل يعني هذا بننزله هون وهذا بنطلع له وين لفوق حلو اجمع بالأول اثنين زائد ثلاث خمسة سبعة زائد واحد ثماني ستة زائد اثنين كمان ثماني خمسة زائد أربعة تسعة وهون ثمانية نطلع هون هون ثمانية خمسة ستة سبعة ثنين وانا بنطلع ثلاث واحد اثنين أربعة اجمع ثلاثة زائد اثنين خمسة واحد زائد سبعة ثمانية نين زائد ستة كمان ثمانية واربعة زائد خمسة تسعة والثمانية فيش قبال هايش منحط ثمانية هل طلعوا نفس الجواب؟ طلع تسعة وثمانين ألف ثمانمية وخمسة وثمانين نعم صحيح بنفس الجواب كمان مرة نعملها هون كيف يعني تبديل؟ تبديل يا حلوين يعني هاي بامسكها لتحت هاي صارت تايب ثلاثة واحد سبعة ثلاثة خمسة مش جديد علينا خدنا هذا الفصل الأول وهي تطلع لفوق شو بتصير؟ هاي ستة خمسة واحد سبعة أربعة يلا نجمع مع بعض نشوف خمسة زائد أربعة تسعة ثلاثة زائد سبعة عشرة صفر باليد واحد واحد وسبعة ثمانية واحد تسعة واحد وخمسة ستة ثلاثة وستة كمان تسعة تطلع هون أربعة وخمسة تسعة سبعة وثلاثة عشرة صفر باليد واحد واحد وواحد وسبعة بتطلع تسعة ليش؟ لأن واحد وواحد وثنين وسبعة تسعة خمسة وواحد ستة وستة وثلاثة تسعة هل طلع نفس الجواب؟ نعم صحيح هذا اسمه التحقق باستخدام خاصية التبديل كثير سهلة هل الناتجان متساوية؟ نعم صحيح نطلع على سؤال أربعة عشر يلا بدي أوجد الجواب بالتقدير كيف يعني؟ في الأول بدي أجيبه عادي بالطريقة العادية وبعديها بالتقدير نجاوب الجواب يلا اجمع الحين عادي اثنين زائد واحد اثنين لاسف زائد سفر واحد زائد ثلاثة أربعة خمسة زائد أربعة تسعة سبعة زائد واحد ثمانية ثلاثة زائد خمسة ثمانية طيب كيف يجب أن تحقق؟ ستحقق بالتقدير كيف يعني بالتقدير؟ بأمسك هنا العدد بقربه شو العدد اللي بعده هون سبعة شو بتصير هاي أربعة؟ أربعة صح؟ لأن السبعة أكبر من خمسة فبزيد على ثلاثة واحد فبتصير ايه أربعة؟ فبتصارت أربعة والبعدها أصفار هاي أربعة أصفار ليش؟ كل العدد بصير بعدها أصفار وهون الخمسة شو بتضل؟ هاي الخمسة بتطلع اللي بعدها واحد أقل من خمسة وبتصير خمسة هون والباقي أصفار هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة اجمعوا يا حلوين مع بعض شو بيطلع الجواب؟ هاي أربعة أصفار رح يضالوا زي مهمة واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة زائد خمسة تسعة هاي يا حلوين زي هاي بالظبط ما فيه اختلاف؟ إذا هاي بتقدرها هاي التمانية بتقدرها تمانية بصير تسعة زي هاي فمعناتها الجواب معقول كيف معقول باعرف؟ بقدر ربهاي قرر بهاي هاي التمانية شو بعدها تمانية هاي بتصير تسعة وبعضيها أربعة أصفار هل هو نفس الجواب هون؟ نعم صحيح إذن هذا الجواب معقول بالتقدير طلع على باب أربعة زايد واحد خمسة نين زايد سبعة تسعة سبعة زايد خمسة يا حلوين اطناش اثنين باليد واحد واحد واثنين ثلاثة وستة تسعة خمسة زايد اثنين سبعة بدي أتحقق هل هذا الحكي معقول ومش معقول بأمسك هون اثنين هاي بعد الخمسة صح؟ هل هي أكبر من خمسة والأقل من الخمسة؟ بقل أقل من خمسة فمعناتها الخمسة بالضال زي ما هي والباقي أصفار قربناهم هون بنفس الطريقة يلا بطلع بعد اثنين شو في عندي ستة هاي الستة هون الستة أكبر من خمسة ولا أقل من خمسة؟ بتقول لي أكبر فبحطها زي ما هي هي ثلاثة وبعديها أربعة أصفار اجمعوا يا حلوين قديش بتطلع صفر وصفر 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 أربعة أصفار وخمسة وتلاثة ثمان ثمانية شو بيطلع الجواب؟ ثمانون ألف طلع سؤال خمستاش بلغ عدد زوار أحد المنتزهات السياحية خلال شهر تموز أربعة وثلاثين ألف وسبعة زار بينما بلغ عددهم في شهر تشرين الأول 1829 زائرهم كان عدد الزائرين أكثر فأنه شهر كانوا أكثر أكيد هون ليش أن هون عدد المنازل أكثر ثلاث أربعة صفرين سبعة مجموعة الزائرين خلال الشهرين هاي بجمع هاي مع هاي بحط ثلاثة أربعة واحد اثنين سبعة بجمعهم مع الثانين أنمه هاي هم هذوه زائد هاي طلعوا التسعة وين بحطها هون بحط إذا بتحط من هنا غلط توقع الصفر اثنين وثمانية واحد يلا سبعة زائد تسعة يا حلوين كم سبعة زائد تسعة ويساوي ستة عشر ستة وباليد واحد واحد زائد اثنين ثلاث سفر زائد ثمانية ثمانية أربعة زائد واحد خمسة وهون ثلاث فمشو بيطلع الجواب خمسة وثلاثين الف وثمانمائة وستون وثلاثون هذا هو الجواب طبعا تحط هنا زائر زائر في خلال الشهرين نقضل على سؤال ستة عشر أراد مؤيد شراء سيارة والثلاجة وغسالة بينما أراد عليه شراء سيارة ومكيف ثلاجة حسب الأثمان المعلنة على كل منهما كم دينار قدفع كل منهم؟ بدي أطلع أول شي مؤيد شو بدي يشتري سيارة يعندي يشتري هاي وثلاجة يعندي يشتري هاي وغسالة يعندي يشتري هاي علي شو ماله علي؟ علي يا حلوين بدي يشتري سيارة بدي يشتري هاي علي و بدي يشتري مكيف يعندي يشتري هاي و بدي يشتري ثلاجة و بدي يشتري هاي قد يدفع كل منهما يلا هاد خلينا نشوف قد يدفع كل واحد اول ايش منقول مؤيد كده مؤيد دفع بقول هنا مؤيد هاي مؤيد كده دفع مؤيد بحط الاعداد مؤيد دفع السيارة تسعة اربعة سبعة ستة زائد دفع التلاجع الف وخمسمية ودفع شو الغسالة خمسمية هذا ما دفعه مؤيد ستة زائد سفر زائد سفر ستة سبعة زائد سفرين سبعة أربعة زائد عشر خمسة وخمسة عشر واربعة عشر أربعة وبيل يد واحد واحد وتسعة عشر يا حلوين واحد اهدعش يعني هون اهدعش لانه واحد بيطلحون بلا المجموعة بيطلع بالطريقة هاي طيب كده دفع يا حلوين اللي هو عالي هاي عالي دفع السيارة اشترى نفس السيارة ودفع يا حلوين الثلاجة ودفع المكيف يلا ستة و سفرين ستة سبعة و سفرين سبعة أربعة وخ عشر أربعة عشر أربعة وبيل يد واحد واحد تسعة عشر وواحد اهدعش طيب شو بقى لاحظ يا حلوين لاحظ انهم دفعوا نفس المبلغ صح تقول لي صحيح علي دافع نفس مبلغ مين نفس مبلغ مؤيت شو ألاحظ المبلغين شو مالهم المبلغان متساوية متساوية شو بلاحظ ان المبلغين شو مالهم متساوية لاحظ أنهم نفس الأعداد يعني لأن سعر الغسالة نفس سعر المكيف بهاية الطريقة قد يدفع كل واحد فيهم هيك تفعو سؤال 17 اكتب على المناسف الفراغ مشان تصير الاجابة صحيحة طلع هاي زي هاي طيب ما هي عملية الجامع ما هي نفس الاشي لازم تعطي فمناتا هاي شو بدا تكون زي مين زي هاي نقول هاي خمسة صفر صفر ستة 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 نطلع ما بعض علي بعدها ستة ستة خمسة خمسة أربعة أربعة ثلاثة ثلاثة اثنين اثنين فمناتا شو جميعهم هون بسفر ليش يا حلوين جميعهم بسفر لان العدد ما تغيرش لم يتغير هنا لم يتغير هاي هم ستة 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 ما تغيرها شو بتضل ستة زائد سفر نطلع هون هاي عدد هون وعدد هون حط هنا واحد حط هنا واحد أي عدد بالدكية بس بزبط أي عدد في الدنيا نعم هنا بزبط حط أي عدد بالدنيا هاي محاي زائد هاي بطلع هاي يا حلوين زي هاي وهاي يا حلوين في زي هون ما فيش زي ها فبحط زي ها وهنا يا حلوين في الاخير في زي هاي هون لا فبحطها سهل سهل سؤال دا بس رجابتي شو مالوا ان الجامع تبديلي لازم يكون في نفس الأداد ما قلنا خاصية التبديل على الجامع يوم ما قلنا نتحقق 18 بدي أكون مسألة كلامية بهاي الطريقة كيف أكون مسألة كلامية يكون حلها كذا من كذا هاي جمع بقول مع علي مبلغ أي المبلغات اللي هو 56348 ومع أحمد المبلغ الثاني هاي المبلغ الثاني اللي هي 37548 كام مع علي وأحمد معا يعني قدرش محهم مصاري اتنين بهاي الطريق ورأس ثم من مسألة كلامية ممكن تكتب كثير مسائل بيكون حلها بهاي الطريق وهيك بنكون خلصنا الدرس طيب نشوفكم إن شاء الله في درس قادم إلى اللقاء